بنتكلم عن حالة بتصيب الرئة في جسم الانسان وهي حالة بتعرف بارتشاح الرئة طبعا عايزين نعرف ايه سبب ارتشاح الرئة هل لها اضرار على حياة المريض هل يمكن علاج هذه الحالة ولا يعني الانسان اذا اصيب بارتشاح الرئة فده بيمس الخطر على حياته يعني كل المعلومات دي هنحاول ان احنا نستعرضها في محاضرة اليوم في البداية لما نتكلم عن مفهوم ارتشاح الرئة بيعرف على انه تراكم للسوائل في الفراغ اه الواقع بين الانسجة المبطنة للرئتين وجدار الصدر اللي هو المكان بيعرف باسم اه الحيز البلوري او الحيز الجنبي تراكم السوائل اه ده ممكن يحصل بسبب عدم تمكن الرئتين من التوسع بشكل كامل وده بيجعل حالة التنفس صعبة وممكن طبعا اه تراكم السوائل او ارتشاح الرئة يسبب انهيار الرئة او جزء منها لان بتكون غير قادرة على القيام اه بوظيفاتها بالنسبة لاعراض ارتشاح الرئة غالبا بصاحب يعني ارتشاح الرئة الناجم عن العدوى اه ان الانسان بيشعر بالحمة ارتفاع درجة حرارة وده طبيعي اه مش بس في ارتشاح الرئة ولكن في اي عدوى بيتعرض لها الانسان بيعاني ايضا المريض من القشعريرة وبيعاني من فقدان الشهية كمان ممكن بعض الاعراض اه الشائعة المرتبطة بمرض ارتشاح الرئة زي ان المريض يعاني من الم في الصادر يعاني من صعوبة في التنفس اه بيجد ان الالم المصاحب للتنفس بيزداد خاصة لو حاول ياخد نفس عميق طبعا اه بيعاني ايضا من السعال والسعال بيكون جافة او السعال اه رطب او مصحوب ببلغة طيب لو تكلمنا عن اسباب هذه الحالة اسباب ارتشاح الرئة اه في الغالب بيحدث ارتشاح الرئة نتيجة مرض اخر يعني بيكون الانسان عنده مرض رئيسي اخر وارتشاح الرئة ده بيحدث كعرض جانبي لهذا المرض اه في ممكن كتير جدا من الحالات الطبية او الامراض اللي ممكن تصيب الانسان ويعقوبها الاصابة بارتشاح الرئة زي اه ان الانسان يعاني من فشل القلب الاحتقاني او ان الانسان يعاني من التهاب في البنكرياس او يعاني من بعض الامراض المناعية زي مرض الزئبة او التهاب المفاصل الروماتويدي اه ايضا العدوى زي العدوى الشديدة زي الاصابة بالضرن او التعاب الرئوي اه ايضا مشاكل اه الصمام الرئوي اللي بتحدث عندما اه يحدث جلطة دموية في شرايين الرئة ايضا سرطان الرئة اه او اه التعرض لبعض المواد الملوسة وده مهم جدا زي مادة الاسبستوس اه وكسرة التعرض لمادة الاسبستوس بتصيب الانسان بامراض رئة خطيرة جدا ممكن تصل الى السرطان. اه ممكن ايضا يحدث ارتشاح الرئة بسبب تمزق المريء. كمان اه ممكن بعض العلاجات الطبية اه تؤدي الى حدوث ارتشاح في الرئة زي الجراحات زي جراحة القلب المفتوح او اي جراحة اخرى يجري الانسان في الصدر ممكن اه يعني يكون كعرض جانبي لها ان يحصل عدوى في الرئتين او يحصل اصابه مباشرة اثناء الجراحة اه في الرئتين يحدث يحدث صغب في الغشاء البلوري المحيط برئتين. ايضا بعض الادوية خاصة الادوية الكيميوية المستخدمة في علاج بعضها مع السرطان وجد ان من اثارها الجانبية حدوث تلف او ارتشاح في الرئة ايضا التعرض للعلاج الاشعاعي في بعض الحالات. بالنسبة لتشخيص مرض ارتشاح الرئة طبعا الطبيب بيقوم بمعاينة الاعراض بيجري فحص بدن ظاهري وبيقوم بالاستماع للنفس وصوت الشهيق والزافير بوسطة السماعة الصدر بوسطة السماعة من تجويف الصدر وطبعا بيحتاج الطبيب لبعض الوسائل او الاشعاع التشخصية علشان تساعده في تحديد المرضي انه بيطلب تصوير الصدر باشعة اكس او الاشعة السينية. بيظهر طبعا ارتشاح الرئة اه ابيض اللون في صورة الاشعة السينية وبتبدو الفراغات الهوائية سوداء. اه ممكن ايضا الطبيب يجري يعني صور كتير في الاشعة السينية خاصة اصناء الاستلقاء على احد جانبيه الجسم. وده بيمكن الطبيب من ان هو يحدد ازا كان السائل بيتدفق بحرية داخل الحيز قلب اللوري ولا لا. الطريقة التانية في التصوير اللي ممكن يلجأ لها الطبيب وهي تصوير اه المقطعي المحاوسب. اه بيأخذ طبعا التصوير المقطعي المحاوسب العديد من صور الاشعة السينية بسرعة. بتعتبر صور مركبة وفي جهاز كمبيوتر بيقوم بتحويل هذا الصور الى صورة واحدة ولكن صورة مقربة للصدر اه سلاسية الابعاد او صورة كاملة من الداخل والخارج. وبالتالي بيزهر تفاصيل الصدر من اكتر من زاوية فبيكون اكثر دقة من الاشعة السينية. الطريقة التالتة ممكن التصوير بالموجات فوق الصوتية. بيتم وضع المسبار او المجس او الجهاز اللي هو اه بتاع الخاص بالاشعة او الموجات فوق الصوتية على الصدر. بينتج صور داخل الجسم بتظهر على شاشة الفيديو. بيستخدم الطبيب الموجات فوق الصوتية علشان يحدد مكان السائل. ويقدر يتمكن من الحصول على عينها اللي تحليلها اثناء ادخال بعض في بعض الاوقات من زار او ابرة لسحب عينات او سحب سوائل من الرقة. الطريقة الرابعة بتعرف بطريقة البازل الصدري او ما يعرف بيه العينة. في الطريقة دي بيقوم الطبيب بادخال ابرة وانبوب بيسمى القسطرة بين الاضلاع الى ان يصل للحيز البرلوري وبياخد نسبة من السائل ويقوم بفحصه في المعمل. بالنسبة لعلاج هزي المشكلة او علاج اه مرض اه او ظهرة ارتشاح الرئة. اه شأنه شأن اي مشكلة صحية ممكن يتعرض لها الانسان العلاج بيختلف باختلاف الحالة. وبالتالي العلاج بيتوقف على اه السبب الرئيس المسبب لهذه الحالة. واذا كان الارتشاح بيسبب اعراضها نفسية حد زي ضيق النفس او صعوبة في النفس. من الاجراءات العلاجية المتابعة استخدام مديرات البول وادوية على قصور القلب. اه بدي بتعالج الارتشاح الناجب عن قصور القلب الاحتقاني لو كان السبب هو مشكلة في القلب. اه ازا كان الارتشاح ناجم عن بعض الاورام الخبيثة. اه طبعا ممكن يحتاج لان احنا نعالج الورم بعلاج كيميائي او حقن دواء في الصدر او علاج اشعاعي. ممكن ايضا من الاجراءات تصريف الارتشاح اللي بيسبب طبعا اعراض تنفسية باستخدام القصطرة الصدرية زي ما ذكرنا او اه عن طريق ادخال انبوب مباشر زي اه السرنجة وسحب السائل اه المتسرب من الرئة. اه طبعا ممكن برضو بيتم استخدام بعض المضادات الحيوية القوية في حال كان هناك عدوى زي الدرن وهي التي تسبب اه ارتشاح الرئة ووجد ايضا اثناء العلاج من ارتشاح الرئة لما المريض بياخد مضاد دحاوي ده بيقلل يعني بنسبة كبيرة جدا ممكن تصل لخمسين في المية من ان المريض يتعرض مرة اخرى او يتكرر عليه ارتشاح الرئة مرة تانية في المستقبل. ده كان اهم المعلومات بخصوص مشكلة ارتشاح الرئة اعراض هذه المشكلة واسباب هذه المشكلة والاضرار اللي ممكن تسببها للشخص المصاب بها او المريض. في النهاية بنتمنى السلامة للجميع نلتقي بازن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد.